في الشأن الإيراني قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أمس إن أعمال الشغب المستمرة منذ شهرين خلفت خسائر بقيمة بلغت أكثر من 40 مليون دولار وأشار المسؤول الإيراني لأن هذا الضرر يشمل الخسائر التي لحقت بالمباني الحكومية والأماكن العامة بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة وكان مجلس الأمن الإيراني شاك قد قال في بيان أمس إن 200 شخص فقدوا أروحهم خلال ما وصفه بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد إلى ذلك أعلن المدعي العام الإيراني إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة قائلا أن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها